الدمج بين الحداثة والعراقة وهذا اللي حضرتك ذكرته هوك أنه بتكون حاضرة ملابس حديثة يلبسها الجيل الجديد مع هويتنا العربية مع ثقافتنا العربية البعض قد يقول أنه لا تمسكوا التراث لا تقربوا من التراث قد يكون إدخال بعض هذا التطور أو هذه الحداثة يخل بالصورة النمطية للتراث وهكذا إلى أي مدى مصامم الأزياء يستطيع أنه يلعب في موضوع أنه أنا أقدر أني أبدع بالتاريخ وبالعراقة حقتنا ولكن بتصاميم حديثة الانسباريشن أنا ما أنا على كل ما سويته استوحيت 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 أنا استوحيت ما ما قربت من ناحية التراث التراث قائم وحاضر ومهم أن يكون حاضر وأنا بالعكس يعني من الناس المحافظة يعني يقولوا لازم يظلوا حاضر ويكون حاضر بقوة لكن أنا بستوحي منه خلينا نشوف كمان ومش بالضروري أنه يكون بهيئته وصورته تقليدية كنا عم نشوف هلأ في موضل نشوف هيها إجت مع العارضات اللي معانا ويشوف بعض من الأزياء اللي عرضتيها أيضا في لندن في أسبوع موضل من أربع خمس أيام خلينا نشوف في لندن كانت أكتر أنا أنا شاركت أول ما طلعت إحنا عرب رأسنا كبيرة شوي أول كليكشن عملته في فاريس وطلعت بطلعت بطلعت بخلينا نشوف برضو التصميم هذا التطريز على ما يبدو على الكتف أقولي سامبل لأنه يكون سهل أنك تنبسي في أي مكان وتكوني عنيقة خرجتي حتى من ألوان التطريز وأشكال التطريز الفلسطيني التقليدي أسود وأحمر كذا الشكل ما خرجت منه البترول هو الألوان